التزوير والتدليس فعل موشين وحينما يتعلق الأمر بالأمن الصحي وبالمصلحة العامة يصبح فعلا إجراميا مكتمل العناصر زيادة حالات التزوير بالمغرب والخارج للوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد-19 تعرض مرتكبيها لمتابعات قضائية الأضرار الناجمة عن تزوير هذه الوثائق المتعلقة بكوفيد-19 تضر بالمصلحة العامة وبالصحة العامة للمواطنات والمواطنين وبالتالي يكون لها أثر في عرقلة السير العادي لحملة القيح وبالتالي نعتبر على أن هذه الجرائم هي خطيرة بالنظر للأثار المترتبة عنها وبالنظر لمساسها بالصحة العامة جنائيا يمكن تكيف هذه الأفعال في خانة جرائم الخطر التي قد تصل المتابعة فيها إلى أقصى العقوبة مادم أثرها لا يقتصر على مرتكبها بل يتعده إلى الغير حيث يساهم المزور في هذه الحالة إلى تفشي مرض صنف بالجائحة قد تصل إلى جرائم القتل العمد لأن إنسان مصاب بوباء بمرض خطير معدي وهو عالم بذلك وقام بإجراءة الزوير لتيسير الأمور التنقل أو الأعمال ويصيب أشخاص آخرين يؤدي إلى وفاتهم سواء كانوا عارفينه أو ما عارفينه إذن هنا عنصر العلم عند الفاعل الأصلي كاين القز الجنائي ماشي دي القتل ولكن القز الجنائي ما نسمحني بالقز العام كاين لأنه وجه الإرادة دياله للتزوير وبالتالي هذه النتيجة خطيرة أعتقد أنه سيكون هناك تشديد في هذا الإجراء هذا بشكل فارم تزوير وثائق كوفيد تسعة عشر سواء تعلقت بنتائج الفحص أو بجواز التلقيح ثم التنقل بشكل عادي والاختلاط بالأشخاص في ظل التحور المقلق الذي يشهده وباء كوفيد تسعة عشر رعونة وعدم تبصر في وقت تبذل فيه جهود حثيثة لتجاوز الأزمة الصحية هذا العملية للتزوير هو عمل غير قانوني كعاقب عليه القانون مقلنا في أحد المصل من فكرة تلقيح، سأخذ خطة صعودة لنصل إلى الأمان لكننا سمعنا في شيء أحد يزوروا شخص تلقيح ويزوروا تحليلا هذا هذا حشوم لكي يكون مريض ويشرف المرض في نظاري يجب أنهم يتعاقبوا صراحة حيث لا يمكن أن نذهب لأغلب الناس يتلقيحوا ويأتي شخص تلقيح لكل أزمة تجارها لكن المسى بالمصلحة العامة للمواطنين والتشويش على الزخم الذي حققته الحملة الوطنية للتلقيح جرم يسائل الوعي الجماعي في ظل وضع صحي يفترض منسوبا عاليا من الحس والمواطنة اشتركوا في القناة